عارف إن الصح سعد بيبقى تقيل علينا وإن الغلط أوقات بيحلو في عينينا فكرة التمن فكرة واضحة جدا في القرآن والسنة وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام باستمرار بيعلم الصحابة وبيعلمنا إن كل دور شريف ربنا أقامك فيه زوج زوجة أب أم معلم موظف أيا كان الدور الدور ده علشان تعرف تحافظ عليه وتأديه كما ينبغي لله ليه تمن وكل قيمة أنت عايز تعيش بيها الشرف الصدق الأمانة حب ربنا الاستقامة على طريق ربنا كل القيم دي لها تمن عشان تعرف تحافظ عليها كل شيء قيم في الدنيا دي ليه تمن كان يعلمهم كده صلى الله عليه وسلم يعني لما يقول للصحابة من أراد منكم أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر هو بيلفت نظرهم لعمل بإذن الله وبرحمة ربنا بسبب العمل ده ربنا يكرمك بحاجات أنت عايزها بس إيه دفع التمن؟ اعمل اللي عليك فرج عن معسر عشان تستجاب دعوتك وتكشف كربتك أقول لك على حاجة هو الشخص اللي بيقسم اللقمة مع اللي جنبه وعمال باله مشغول إزاي يخدمهم خطره عند ربنا زي الأناني اللي شبعان وأقرب الناس دي جعان هل يستوون أفلا تعقلون؟ لما سيدنا عمر بن الخطاب يقول من أراد منكم أن يصفوا له ود أخيه اللي عايز يحافظ على قلب صاحبه فليبدأه بالسلام كناية عن البداية بالسؤال والعطاء وليفسح له في المجلس كناية عن اقتسام كل حاجة ما بيننا وليدعوه بأحب الأسماء إليه كناية إن أنا باخد بالي من لساني إزاي ما يجرحش اللي قدامي ولا يعيبوا سيدنا عمر يكمل كلامه ولا يعيبوا أحدكم على أخيه بعيب ثم يأتي مثله ما بقاش طالب حاجات من الناس ما يعملوهاش وأنا أول واحد بقوا سيء بالحاجات دي ثم لا يؤذي جليسه أو صاحبه بما لا يعنيه ما يدخلش في حاجات هي بالنسبة له خصوصيات لا تعنيه كل دي هي عبارة عن أفكار هي أتمان بيقولها لك سيدنا عمر لحفاظك على أصحابك وحبيبك الأتمان مش دايما بتبقى أفعال ساعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه أفكار محتاج تعتنقها لو اعتنقتها الأفكار دي هتكون تمن لمعاني ومقامات مع الله قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما آمن محتاج أن أنا أسعى أن يكون ربنا والنبي أحب لي من كل حاجة دي رحلة دا تمن وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله رحلة الحب في الله دي دا تمن إن أنا أدوق حلاوة الإيمان وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار كل دي أفكار ديها رحلة عشان أعرف أعتنقها فدوق حلاوة الإيمان لكن القرآن قال لك حاجة مهمة جدا عن التمن قال لك ادفع تمن كل دور شريف أو قيمة عايز تعيش بها وتقابل ربنا ادفعه بطيب نفس عشان تبقى حاسس بلذة السير إلى الله وحلاوة العلاقة مع الله قال سبحانه وتعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما حاسس أنها تقيلة على قلبه مغرما ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم مقبولين يعني سيدخلهم الله في رحمته كل بذل كل تضحية كل مجهود كل شيء بيترك من أجل الله بيتخذ ده بنفس طيبة قربا إلى الله ده دورنا في رحلة التمن السنة نشاور على كل دور ربنا أقمنا فيه وعلى كل قيمة عايزين نعيش بيها ونقابل ربنا ونتعلم إيه التمن اللي المفروض يتدفع وكمان بنفس طيبة